طيب مستشار أسامة تصنيع السيارات الوقت الأنسب ليه الآن ليه؟ أنه يكون عنديم طبعا العالم كله النهاردة بيغير جلده العالم كله بتوجه للسيارات الكهربائية الطاقة النظيفة السيارات اللي صيانتها أقل اللي استهلاكها أقل السيارات اللي بتبعدنا تماما عن احنا بنستهلك 7 و 7 من 10 مليار دولار من إجمال 94 مليار دولار في المحروقات 7 ده رقم مخيف كويس؟ أنت بعيدك عن ده النهاردة دول كتيرة جدا جدا بتتصابك وتلاحق أن هي بتغير كله عربيات للسيارات الكهربائية اللي بتعمل بالطاقة النظيفة في صالح المواطن في صالح البيئة في صالح كل حاجة كويس؟ طيب تصنيع السيارات دي أأيسر وأسهل بكثير جدا من السيارة اللي بتعمل بالنظام الحرق الأحفوري حان الوقت للتركيز في ملف صناعة السيارات ولكن أنا برضو بأكد ملف ده ملف مهم جدا ولكن ملف صناعة السيارات ده قرار دولة صناعة السيارات عشان المواطن والمستهلك يشوف الكلام ده على أرض الواقع قدامنا شوية عشان برضو لازم يكون فيه شفافية يكون فيه مصدقية مع المواطن ولكن الكلام اللي يجيب نتيجة فورية الكلام اللي نقول 1-1-24 أرجوكم 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 للمرة المية واحد اتخاذ بعد القرارات وبعد التدابير فورا عشان فعلا المستهلك بيعاني والتاجر ما عندوش حرابيات يبيعها فيه 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 مشكلة حقية غيروا قرارات أكل عليها الدهر وشرب عد عليها 25 سنة اسمح احنا 1-1-24 اسمح بدخول زينه 23 واسمح بمستعمل 3 سنين طالما تلات سنين بالنسبة لمستعمل التدبير من بر هل طيب نتوقع أنه في 20-24 ممكن يكون فيه حل لهذا المالك؟ لو صوتنا وصل هيكون فيه حل هل طيب ممكن حركت وقولي طيب أنه ممكن يكون فيه انفراجة في الأسعار في 20-24 نفسي أسمعها وطر شوفي أنا ليه تصور وأنا كنت يعني بقولي أن أنا مش أقوله لأنه هو عكس كل اللي بيحصل في مصر ولكن أنا أقوله من باب يعني التفاول زي ما حدثتك تفضلت من أعظم القرارات اللي خدها في خامة الرئيس وأنا بعتبره أعظم قرار في 20-23 وأتمنى من الله أن يكون هذا القرار هو حل لأزمة حقيقية وخصوصا خارج من أعلى جهة في الدولة اللي كان رئيس المخابرات وكلمة رئيس المخابرات المصرية دي كلمة يعني بالنسبة لي لها صدى كبير قوي 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 من يحتل هذا المنصب له فكرة خاص دخول مصر في البريكس هقولك ببساطة جديدة جدا مصر بتستورد تقريبا بـ 94 مليار دولار نص المبلغ ده الترابيزة دي جاي من الصين النور ده جاي من الصين الكشفات دي جاي من الصين الكوباة دي جاي من الصين الألم ده جاي من الصين حاجات كتير جاي من الصين يمكن نص الرقم ده بيجي من الصين واحد واحد عشرين أربعة وعشرين المستوردين اللي كانوا بيروحوا يغيروا بالدولار وكانوا يغيبوا بالمستوردين مش سيارات خالص اللي هو مستورد كل شيء بيروح يجيب الكلام ده بالدولار وبيدبر الدولار بيجيب الدولار بأي أقل من دي هواضع لي وبيجيب الدولار بأي رقم ماشي وطبعا إحنا برضو كتجار سيارات ما بلاقيشوا الدولار ده كويس فالمستوردين اللي بيجيبوا الكشن ده كله واحد واحد عشرين أربعة عشرين هيروح يستورد من الصين بالجنيه فده يعمل ليه في الدولار يخف في الضغط على الدولار صح؟ رقم اتنين رقم اتنين الدولة نفسها بتحتاج دولار تجيب بيه أمح من روسيا روسيا من ضمن البريكس بيه برازيل مصر بتجيب سكر من البرازيل سلعة استراتيجية هتروح تجيب من البرازيل بالجنيه هتجيب الأمح من روسيا بالجنيه هتجيب كل المستلزمات دي من الصين بالجنيه بيهتبقى من السيارات وأقول آخره ده بيخف في الضغط على الدولار أعتقد أن الجيم الكبير اللي اتعامل في 2023 واللي في خامة الرئيس فعلا عمله هو دخول مصري في البريكس أتمنى من الله أن فعلا نشوف نتاجة حقيقية لأن احنا فعلا مش عايزين نتعامل بالدولار دي خالص